وإدعي الأقصى تتحرى قبيل أن يشعل الفلسطينيون أنوار الاحتفال بشهر رمضان استبق الاحتلال قدوم الشهر الكريم بإشعال فتيل الحرب تحت هذا السقف منذ أشهر كان القرار بإقامة المزيد من الجدران الخرسانية في مشروع أسمته سلطات الاحتلال حينها الطريق الآمن بهدف تحصين ما تسمى مستوطنات غلاف غزة من هجمات المقاومة الفلسطينية وبعد أن كانت قد أخلت في عام 2005 أربع مستوطنات شمالية ضفة إضافة إلى غوش قطيفة جنوبية غزة كجزء من خطة فك الارتباط التي أقرها الاحتلال من جانب واحد في عهد رئيس الوزراء الأسبق ريير شارون على الرغم من إلزام اتفاق أوسل الاحتلال بإخلاء المستوطنات كافة والتوقف عن سياسة بنائها يأتي برلمان الاحتلال بالقانون الجديد حكومة جديدة برسم التطرف باتت تهيمن على المشهد السياسي للإحتلال تتغذى وتعتاش على الدم أفصحت عن نواياها بتصريحات وزيرة الاستيطان أوريت ستروك شددت فيها على العودة إلى شمال السامرة وهي التسمية العبرية للضفة الغربية مؤكدة أن فك الارتباط كان خطيئة سيتم تصحيحها في نهاية المطاف تصريحات ستروك وقانون عودة الاستيطان رفعت السقف لدرجة رأتها الخارجية الأمريكية انتهاكا للقانون الدولي والاتفاقات المبرمة لحل الأزمة الفرسطينية وفق قرارات مجلس الأمن ومقرارات القمم التي رأتها واشنطن فجعلتها تستدعي سفير الكيان المحتل لديها استدعاء الخارجية الأمريكية لسفير الكيان هي خطوة تعبر عن رفع منسوب الغضب في أروقة الخارجية الأمريكية الرعية لقمم واجتماعات التسويات والتي تجسدت أخيرا في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ على التوالي الشارع العربي تساءل عن حدود الإدانات التي باتت الرئاسة الفلسطينية تمارسها بمهارة على مدى العقدين الأخيرين مع كل انتهاك أو قدم للأراضي الفلسطينية في ظل ترسيخ الاحتلال مذأا قديما جديدا بفرض الأمر الواقعي بالقوة لطالما أن مفاوض الفلسطيني لا يملك مقومات الرد ولأن القوة هي مفتاح الحل في نظر الاحتلال فإن العودة للقاعدة الذهبية بأن الحقوق تنتزع بالقوة للمفاوضات يرجح أن أهل غزة والضفة سيفطرون على مدافع الاحتلال وأن المستوطنين سيصومون اضطرارا داخل الملاجأ